مرحباً بكم في ليلة من العيار التقيل والتي من المقرر أن تتم فيها نزالات من أقوى النزالات لأقوى المقاتلين في الوزن التقيل جمال بن صديق يستعد وحالياً يتدرب مع مدرب بادرهاري السابق وبنجامين أديكبوي يستعد أيضاً رفقة المقاتل ريكو ذيروفان وهل تعلم عزيزي المشاهد أنه من يفوز في النزال المرتقب بين جمال بن صديق وبنجامين أديكبوي سيواجه من يفوز في النزال المرتقب بين ريكو ذيروفان وأليستر أوفرين أيها المتابع العزيز قبل أن نبدأ من فضلك لايك للفيديو وأقدم لكم في هذا الفيديو العديد من المعلومات والمفاجآت فابقوا معنا للنهاية تشاهدون الآن هذا النزال سنة 2018 وهو آخر نزال لجمال بن صديق حيث واجه الروماني بنجامين أديكبوي وكما تشاهدون هذا النزال من أقوى النزالات وأعنف النزالات والتي يمكن القول أن جمال بن صديق أظهر كفاءة عالية وقوة عالية وبين للعالم ما معنى عدم الاستسلام وأنا وصفته في هذا الفيديو إنه عدم الاستسلام شخصيا فشاهدوا رغم أنه أصيب في اليد اليمنى وهذا نادر ما يحدث أن يواجه المقاتل بيد واحدة ولا تنسوا أن دائما وفي معظم الحالات وهذا معروف لدى المقاتلين أن القوة تكون عند المقاتل في اليد اليمنى ولكنه واجه باليد اليسرى فقط وتمكن من الروماني بنجامين والغريب أنه أسقطه بالضربة القادية عدم الاستسلام فنتمنى له عودة موفقة بعد الانقطاع وبعد العديد من المشاكل والتي يعرفها الكثير منكم المشاكل الأخيرة والسجن ورغم أنه خرج فكان في ضيق وكان في معاناة لأنه ترك السجن لكن بشروط حيث كان يلبس سوار إلكتروني وهذا أترى فيه كثيرا وعانى من هذه المشاكل التي ذكرت لكم في السابق المهم اليوم صفحة جديدة ننسى الماضي ونتمنى له عودة موفقة وتاريخ النزال المرتقب بين جمال بن الصديق والروماني بنجامين أديكبوي من المقرر أن يكون في نفس الليلة التي يلعب فيها أيضا ريكو فيرهوفن ضد أليستر أوفرين والموعد بالضبط هو 23 أكتوبر يعني الشهر المقبل بالإضافة إلى أشياء أخرى تسمعونها في هذا الفيديو ونقارن بين بنجامين وبنصديق لكن ستلاحظون أن هذه المسيرة الاحترافية أو هذا السجل الاحترافي متقارب كثيرا بين بنصديق وأديكبوي جمال بن صديق يحمل الجنسية المغربية البلجيكية يبلغ من العمر 31 سنة وأما الروماني بنجامين يبلغ من العمر 36 سنة البطل جمال بن صديق لعب 43 نزال احترافي انتصر في 36 نزال منها 29 بالضربة القادية ولم يخسر إلا 7 أو 8 مرات أما بالنسبة لبنجامين أديكبوي فلعب 41 نزال احترافي فاز منها ب35 نزال منها 20 بالضربة القادية والهزيمة 6 مرات فقط إذن لو لاحظتم أن جمال وبنجامين السجل الاحترافي لديهما متقارب جدا ومتشابه وأيضا نأتي للوزن والطول يبلغ طول جمال بن صديق مترين وأما الوزن ف120 كيلو جرام أو كان 120 كيلو جرام فنلاحظ أنه نقص في الوزن مؤخرا أما الروماني بنجامين فالطول متر و 98 والوزن 117 كيلو جرام والآن مقارنة بسيطة بين الهولندي ريكو فيرهوفن وأليستير أوفرهم إذن ريكو فيرهوفن لائب نزال واحد في الملاكمة الإنجليزية ونزال واحد في الفنو القتالية المختلطة أما سجله الاحترافي في الكيكبوكسين فلائب 68 نزال احترافي فاز منها ب58 منها 15 بالضربة القادية أما أليستير أوفرهم فلائب في الكيكبوكسين فقط 14 نزال احترافي فاز منها بعشر نزالات منها 7 بالضربة القادية ولكن له سجل احترافي طويل في الفنون القتالية المختلطة بحيث لعب 67 نزال احترافي فاز منها ب47 منها 25 بالضربة القادية وأما بالنسبة لهذا النزال بالضبط فألاحظ أن المقارنة غريبة شيئا ما لأن ريكو فيرهوفن معظم النزالات كانت في الكيكبوكسين وتلاحظ أن أوفرهم معظم النزالات في الفنون القتالية المختلطة ريكو فيرهوفن كان يستعد منذ ذلك الوقت وأوفرهم كان منقطع لكن مباشرة أن يتواجه فالعديد من المتابعين وفي العديد من المواقع لاحظت أن الناس في التعاليق تقول كان يعني من المفترض أن يواجه أوفرهم مقاتل غيرا فيرهوفن يعني في البداية لأنه كان منقطع المهم الآن تم تحديد موعد النزال وتم تحديد المتنافسين في النزالات المقبلة نتمنى التوفيق لأبطال المغاربة ولكل مجتهد نصيب كان هذا فقط توضيح فيما يخص النزال المرتقب إذن أعزائي المتابعين وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبك الفيديو اترك لنا إعجاب بالفيديو وإذا لم يعجبك الفيديو ديس لايك ومقبولة وأتمنى أن تزوروا القناة لتشاهدوا العديد من المواضع المهمة نزلتها هذا الأسبوع من هو أليستر أوفرهم وأيضا ماذا تعرف عن الملاكم السابق رئيس منظمة اليوفسي دانا فريدي ريك وايت وأيضا قصة الملاكم السفاح والعديد من المواضع التي ربما لم تتوصلوا بإشعارات أتمنى أن تزوروا القناة وتشاهدوا الفيديوهات القديمة والجديدة وأنا في الخدمة وأي مشاهد جديد بالقناة أدعوه للاشتراك وتفعيل ميزة الجرس ليصلكم كل جديد في عالم رياضة وفن القتال دمتم سالمين نلتقي في فيديو إن شاء الله قريبا والسلام عليكم اشتركوا في القناة